هنروح لاتحاد كرة السلة هنسي بقى اتحاد كرة اليد خلاص ولعبة كرة اليد ونروح لكرة السلة واعلان اتحاد المصري لكرة السلة اعلن تفاصيل دوري المرتبط قسم المجموعات لاربع مجموعات حتى عرص كل مجموعة من الاربع اربع عندها الاهلي والزمالك والجزيرة ونادي الاتحاد السكندري زي ما احنا شايفين قدامنا اتقسمت لاربع مجموعات المجموعة الاولى الزمالك ومصري التأمين طنطا الطيران المجموعة التانية الجزيرة سموحة الاتصالات 6 اكتوبر والتالتة الاتحاد والجيش والالوليمبي والشمس والرابعة وهي المجموعة الاهم بالنسبة لنا الاهلي سبورتنج اصحاب الجياد ونادي القناة بكده النادي الاهلي هيبدأ ماتشاته باول ماتش يوم 13 هيبدأ هذه المجموعة الرابعة قدامنا هيبدأ يوم الخميس 13 النادي الاهلي ونادي القناة يوم 13 بعدها هيلاعب اصحاب الجياد وبعدها هيقابل نادي سبورتنج في اخر مباريات الدوري المرتبط او المجموعة الدوري ده بينقسم لأربع مجموعات المجموعة الرابعة هتقابل لمجموعة الاولى بمعنى الاول الرابعة يقابل رابع المجموعة الاولى وهكذا يلعبوا ماتشين رايح جاي اللي يكسب يخش الدوري التمانية وهي دي تصفية دوري المرتبط في كرة السلة وهيلعبوا الدوري بعد كده رايح جاي من دورين راوند عندنا وراوند تاني برة يرتبه ليفوز يكسب دوري المرتبط والثمانية دول هيروحوا يلعبوا دوري السوفر في الآخر وهو الدوري الأخوى في كرة السلة وكرة السلة كل الفرقة تقريباً دعمت تدعمات كثيرة لكن النادي الآن يدعم بأسلوب الحمد لله نتمنى بإذن الله أن فريق كرة السلة يكون عند حسن ظن الجميع ونتمنى أن هو يشد على أجر ونقول بطولات مهمة جداً في السيزن اللي جاي لازم نكسب كل بطولات السيزن عشان نفرح جماهيرنا فعلاً لأن فعلاً سيزن ده كان فيه إضافات كثيرة جداً داخل فريق كرة السلة نتمنى بمتوفيق بإذن الله